على فكرة في جيم خارج المستطيل الأخدر دايماً الناس بقالها فترة تقول لي انت كل شيء تقولي الدوري في الملعب مش من برة مفيش برة فيه في الملعب في جيم آخر خارج المستطيل الأخدر وهو أحياناً يمثل ضغط الجيم الخارج المستطيل الأخدر بيعملوا في النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيز أحياناً ويعملوا مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور في نادي الزمالك أحياناً ويعملوا في بيراميدز عفيفي أحياناً ويعمله بمسشار ترك الشيخ أحياناً أحياناً زي ما صرح كده وقال الأهلي بطل الدوري الأهلي فريق كبير الأهلي يمثل اسمه الوحدي يمثل ضغط على أي نادي بتحط لود على فرية نادي الأهلي وعلى جمهوره على فكرة دي سياسة العالم كله بيتبحها العالم في مدربين أول ما جمسكوا الأهلي والزمالك قالوا ما تنستنوش بطوله كابتن جورا الله رحمه سافر كاسة أمة أفريقية قال أنا هطلع الأخير وببقى جاي وبحفز لعبتي وبادوس عليهم دوس على نفسك أنا بصرح تصريح خارجي حاجة وتصريح في الملعب قصة تانية ومن أول دقيقة بقول لكم بوضوح الزمالك والأفضل هذا الموسم فنيا الأهلي بيحاول بيراميد فريق كبير دي التوليفة والأهلي شغال شغال حتى الآن حتى الآن باسمه وتاريخه الكبير باسمه ما قدمش الوجبة الفنية اللي تليق باسم النادي الأهلي ده حق أربنا ده كلام الواضح جداً ولازم تكون فيه رؤية مختلفة الفترة القادمة ولازم تكون فيه آه كويس أنتوا فكرتوني لازم يكون فيه لجنة كورة أو ما فيش بس في أنا مشكلة كابتل محمود الخطيب فضل إن هو يبقى المسؤول الأول والأخير عن الملف بس كمان الحساب بس كمان الحساب هيبقى لكابتل محمود الخطيب في نهاية الموسم حضرتك اللي توليت الملف بعد الجمهورة أو الناس يقولك إزاي أنت تتكلم أو تنتقد الكابتل الخطيب؟ أنا بنتقدش الكابتل الخطيب كشخص هو الأعظم في تاريخ الكورة المصرية هو الأسطورة هو الأكثر هدوءاً وأخلاقاً واحتراماً ما فيش كلام ولكن أنت في النهاية هتتكلم على أداء هتتكلم على إدارة إدارة تقاس بالمكسب والخسارة بالنجاح والوضع عامل إزاي؟ هتقيم في نهاية الموسم إحنا بنشتغل بالطريقة دي لأن نهاية دي طريقة الصح وهاية دي طريقة العلمية وفي النهاية الإدارة ما تتحسبش برضه على أقسارة فريق أنه يرحل أو يبقى لا ولكن في النهاية ده التاريخ وده النجاح ففي النهاية لو في لجنة أنت بتوجه أن ده للمختصين ولكن كابتل الخطيب النهاردة اختار أنه هو يبقى صاحب الملف وهو يبقى صاحب السؤال فأكيد في النجاح هيبقى هو صاحب النجاح وفي الإخفاق هيبقى هو صاحب الإخفاق ودي هتبقى أزمة فلابد أن كابتل الخطيب في الحتة دي يرجع نفسه وممكن تكون تجربة ما نجحتش وتتغير زي بالظبط ما فيه ناس مشت من نادي الأهلي والكابتل الخطيب اللي مشاهم والكابتل الخطيب اللي رجحهم وأشدنا بيه وأشدنا احتراما بالناس اللي رجعت منهم من كابتل سيدة عبد الحفيز وقلت كان الكابتل الخطيب عنده الشجاعة في عودة سيدة عبد الحفيز وأفضل من تولى الملف في التوقيت ده وفي نادي الأهلي